تحياتي شمال جديد في المحقق مع المحقق الترندينج واليوم شمشي نحكي لكم على الترند مش في تونس في فرنسا ولكنه متعلق بتونسي وربما برشا فيكم ما يعرفوش نحكيه على السيد هذا نحكيه على صدري فغير صدري فغير هو ملياردير تونسي ولا ملياردير من أصول تونسية قصة صعوده كما سقوته ملفتة نحكي لكم على شنوه لي صاير فيه وهو يخضع للمحاكمة اليوم إذن صدري فغير كتبت عليه مجموعة من وسائل إعلامة تونسية منذ سنوات وقت لي في عمره 38 سنة ولا أصغر ملياردير في فرنسا في العمر وأكبر ملياردير في تونس في علاقة بالثروة اللي كونها صدري وقت لي عمره 38 سنة هو في الحقيقة من أصول متواضعة أبوه أمه تونسا البوه سائق شاحنة والأم معينة منزلية مشيوا لفرنسا وين قراء صدري واخذي الباك وفي عمره 29 سنة يعمل بيتيس في الأسيرانس بعد ذلك بيش يعمل بوتيك بعد ما اخذي قرض من البانك أب أقل شوية من 9000-9000 أورو وفي حدود 30 ألف دينار يعمل البوتيك متع بيع التاليفونات البرتابل ثم من بعد يكتشف سر للنجاح وأنه يربح برشة فلوس للأسيرانس على التاليفونات من وقتها ينطلق في رحلة كبيرة ياسر متع جني ثروة هائلة خليت الكثير من وسائل الإعلم يحكيوا عليه حتى في تونس قتلك جيتسات ماجازين ولا تونيسكوب تخانت ويتاني دوريجين تونيزيين صدري في غير البلو جون ملياردير دو فرنس ذكر مثلا تونيسكوب أنه أصغر ملياردير وقتها في فرنسا والثروة متعو وصلت إلى مبالغ طائلة نحكيوا على 1.7 مليار أورو قدرا حجم الشركة متعو يعني تقريبا 5.000 مليار من المليمات التونس لكن بعد ذلك بشتبدأ الأمور تتطور نحو الأسوأ بالنسبة لهذا الشاب وتو تفهموا كيفاش صدري في غير لوم كيفوسو في خير فنك دختي ثروتو خليتو في وقت مالأوقات يفكر أنه يشري فنك دختي شري 11% منها بقرابة 300 مليون أورو قرابة 1.000 مليار من المليمات التونسا ولا أزيد شوية وقتها تفتولوا بداوية الهوبيه وحتى الملاك متاع فنك دارتي ما كانش عجبهم برشا هذه العملية اللي قام بها صدري الفقير بعد ذلك وبعد هذه المحاولة وبعد ما شريه 11% والنية متاعه أنه يشري فنك دارتي الكل بدات اللي هو بيه وظهرت شكيات ضده وضد الشركة متاعه اندكسيا اللي بش يولي اسمها الشكيات متعلقة بالعملية اللي قاعد صدري وشركات ويربحوا في الفلوس بما أنهم متهمين أنهم قاعدين يسرقوا في الفلوس من الحسابات البنكية متاع الحرفة عملية تتمثل في الآتي كما يقول مقال الباريزيان يل سو دون نغيب لزن او زوتخ الشركات متاعه ولا اللي هو مساهم فيهم ولا متاع الناس يعرفهم كانوا يتقاسموا مبيناتهم الحسابات البنكية متاع الحرفة كي تعمل كونتراتو اسيرانس على تليفونك مع الشركة متاعه تلقى الحساب البنكي متاعك قاسمينو زوز ثلاثة أربعة عشر عشرين خمسين شركة وقاعدين كل شهر يجبدو لك في الفلوس كل واحد وقدش يجبدو ناس ضحايا يحكيوا أنهم عندهم مبالغ طائلة سحبت من حساباتهم من غير حتى خدمات تقدمت يوصلوا الاربعين عملية سحب في الشهر لكل واحد من هؤلاء الحرفاء ومن هنا قالوا أنه السيد هذا كونت ثروته وبالتالي قالوا كونت ثروته عبر التحيل بدات المشاكل الصدري وبدات المحاكمات حاليا قاعدة سير المحاكمة متاعه هذا مقال يرجع لثمينة وعشرين سبتمبر اللي فاتل نووالوبس يكتب اللي فاتل نووالوبس يكتب من الضحايا على ما يبدو اليوم الإمكانية موجودة في الآتي وبروسيس فام اندكسيا لا بخيزان فرم روكيز كنتخو الكس بيديجي نيابة العمومية طلبة الحبس واليوم اللي منتظر يحكم به صدري هو السجن لمدة عامين ومع ذلك تعويض الضحايا على فلوسهم 300 ألف أورو كاخطية المصادرة متاع كل ممتلكاته ومنعه من النشاط الاقتصادي هكذا كان الصعود الصاروخي والسقوط المدوي الملياردير التونسي صدري في غير نستنى تعليقكم على هذا الخبر إلى اللقاء